يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في الدوري المصري الممتاز الاهلي فاز على أسوان 1-0 الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا 2-0 وبراميز قدري انه يتعادل مع المصري 0-0 وهو منقوص العدد بعشر لعبين نبدأ بالاهلي الاهلي من النهاردة وأسوان الاهلي كان عنده بعض الغيابات الأولئلة أبرزها طبعا طاهر محمد طاهر بسبب الإقاف ولعب حسين الشهاد وهتكلم كتير على حسين الشهاد بس تعالوا نشوف الأول هدف المباراة الوحيد اللي سجله المتخصص من ضربة جزاء علي معلول في الديهة 17 ضربة جزاء عجبها أو عملها شهدي حسين بعد دخل من حارس مرمى أسوان قدري سجل منها علي معلول بالتخصص زي متحراتكم هدف النادي الاهلي الوحيد في هذه المواجهة عشان الاهلي ياخد النقطة النقطة الستة في الدوري حتى الآن بانتصارين متتاليين أول على الإسماعيلي والثاني اليوم على فريق أسوان طيب مفيش ملحوظات فنية كبيرة على مباراة النادي الأهلي باستثناء اللي قاله مرسي كورر بعد المباراة إنه في إضاءة كثيرة للفرص السهلة وهتكلم مع اللاعبين على حدة عشان في المباراة القادمة مش هينفق ده يتكرر تاني هو ما كانش مبسوط كورر في المؤتمر الصحفي تصرحاته بتقول كده يعني إنه الأهلي صعب المباراة أوطر نفسه على الفاضي في هذه المواجهة وفعلاً أسوان ما كانش خطير خالص على النادي الأهلي النهاردة ولكن فرقة حلوة أسوان فرقة منظمة فرقة تقيلة تقيلة أصد إيه؟ مش تقيلة إن هي فرقة عظيمة ورائعة بس تقيلة مسكة نفسها فرقة مسكة نفسها أتصور إن أسوان سيخص الأول المباراة في الدوري بس اللي جاي بالنسبة للأسوان غالباً هيكون أحسن ده أسوان الأهلي صعب الأمور على نفسه هدف النهاردة هدف في المباراة الإسماعيلي وحالة الاكتفاء هتقولي اكتفاء إزاي؟ هقولك إن الفرص اللي بتيجي للأهلي بعد الهدف بيبقى فيها مش هقول استهتور بس هقول ما بيبقاش فيها التركيز كامل يعني لو الفريق متعادل أو يعني التعادل سلبي هتلاقي اللعبة مركزة أكتر من كده حالة الاكتفاء الاكتفاء ده غلط وأكيد الرجل هيتكلم في هذا الأمر هيتكلم على مارسل كولر إنه في أي لحظة النهاردة على أقل من كرة سابتة أسوان كان ممكن يسجي الهدف ويغسل أي نقطتين بدون داعش مثلاً ترجمة نانسي قنقر